تنضم إلينا من مدريد شايماء بكر مراسلة القاهرة الإخبارية شايماء مرحبا يبدو أن هناك حرص كبير من أبناء الجالية المصرية في عدد من الدول إذا كان في لبنان أو في تونس أو المغرب لإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولى من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية في الخارج ماذا عن إسبانيا؟ تنضم إلينا من الأول للانتخابات اليوم الأول من ديسمبر أن يكون هناك في السفارة المصرية في مدريد لأنه يوم عمل بالطبع باكل للدول الأوروبية ولكن كان الوضع مختلف تماما مع الساعات الأولى التي فتح فيها لجنة الانتخابية في مدريد كان هناك حرث كبير جدا من الشباب المطري المقيمين في مدير بالإدلاء بأسواقية حتى كان هناك طالب جامعي بمدينة خارج مدير كان سعيدا جدا أفناء الإدلاء بالصوتي وعندما سألته قال أنه لأول مرة يقوم بالإدلاء بصوتي في العملية الانتخابية خارج مصر وكان سعيدا جدا بالتسهيلات التي قامت لها السفارة المصرية سعادة السفير المصري يوسف كان هناك قدم بعض التسهيلات المصريين المتواجدين في أسبانيا وفي مدريد للأسف لا يوجد كونسولية مصرية في إسبانيا فقط السفارة المصرية المتواجدة بالعاصمة الأسبانية في مدريد ولذلك كان هناك بعض التسهيلات التي قامت لها السفارة المصرية في إسبانيا بعدد من المدن الأسبانية وصلت إلى خمسين مدينة إسبانية سيأتون غدا السبت والأحد للإدلاء بأصواتهم ببعض من التسهيلات السفارة المصرية بالحافلات التي ستساعدهم بالوصول إلى مدريد طبعا المدن الإسبانية مثل إقليم الباصفة أو إقليم كتالونيا تبعد عن مدريد بحوالي 6 أو 7 ساعات من الكيلومترات حتى مدريد ولذلك قامت السفارة المصرية خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير جدا بتقديم المساعدات والبيانات الخاصة واستقرار البطائق والجوازات السفر للمصريين المقيمين في مدريد للإدلاء بأصواتهم أيضا كانت هناك بعض الجاليات المصرية التي قامت بالتعاون بعضها البعض بعيدا عن السفارة المصرية للتجمعات ولمشاركة بفرحة الانتخابات الرئاسية 20-24 والتي ستأتي غدا من غدا السبت والأحد وهي الأيام الأجازة الرسمية في إسطانيا للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية منذ أن فتحت اللجنة الانتخابية في مدريد أبوابها كان هناك توافد كبير جدا من السيدات والشباب الجميع الذين يدرسون هنا في إسطانيا بالطبع فيما تقولين شيماء ويتفق معك باقي مرسلين حول العالم في متابعة هذا اليوم بأن هناك عدد كبير من التسهيلات التي وضعت لأبناء الجالية المصرية وكذلك تذليل للعقبات أمام الناخبين منعكس على سهولة ويسر العملية الانتخابية وأيضا إقبال الناخبين وحرصهم على التصويت في هذا اليوم من مدريد شيماء بكر مراسلة القاهرة الإخبارية من هناك شكرا جزينا لك